الجزء الآخر طبعاً الطاقة الجديدة والمتجددة اللي داخل فيها السد العالي وأيضاً المشروعات الطاقة الشمسية اللي احنا أدخلناها وبدأنا فيها كدولة مصرية ولكن حتى هذه اللحظة الاعتماد الأكبر بالتأكيد وبنسبة 85% على الوقود الإحفوري وهو الغاز الطبيعي والمزود طيب احنا بنعمل ايه؟ بنبقى دايماً حساباتنا إن بنبقى عارفين على مدار العام ما هو أقصى استهلاك مطلوب لمحطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمزود باعتبارهم هما دول المشغل الرئيسي تبقى للأرقام اللي كانت بتبقى معروفة لنا وتقديراتنا احنا بنحتاج والأرقام اللي كانت متحددة تبقى لكل السنين اللي فاتت بنحتاج في وقت الزروة أو الوقت الأقصى لما ما تصل يعني نقدر ويععلن والسيد وزير الكهرباء إن احنا ممكن بنصل إلى 33 جيجا في يوم من الأيام أو 34 جيجا كانت الأرقام اللي احنا كنا بنشتغل عليها كانت بتبقى في حدود 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمزود وأرجو نبقى واخدين بالنا من هذا الرقم بنستهلك يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمزود مع بعض وبنان عليها بتتحط هذه الكميات وتخصص سواء في شبكة الغاز الطبيعي أو من خلال المزود اللي احنا بنحطه سواء في المستودعات الخاصة بوزرات البترول أو في أماكن التخزين اللي تابع عليه محطات الكهرباء وده اللي احنا بنشتغل عليه وخلينا أأكد لحضراتكم ان هذا الرقم وهو أنا بتكلم هنا الغاز الطبيعي احنا كمصر احنا اللي بننتجه فبالتالي الجزء الخاص بالغاز الطبيعي ده موجود ومتاح طب المزود مصر بتنتج كمية من المزود وبتستورد كمية أخرى إضافية واحنا الحقيقة كان بناء على أرقامنا وقياستنا وتقديراتنا خدنا قرار في إطار ان احنا بنحوكم الاستيراد والعملة الصعبة اتخذ قرار من شهر إبريل الماضي بإيقاف استيراد أي شحنات مزود إضافية والاعتماد على ما ننتجه محليا اللي هو في الظروف الطبيعية يكفينا وممكن نبقى محتاجين بعض أو نسبة قليلة جدا ان احنا نستوردها لو في حالة طوارق أو في حالة ظرف طارق لكن الوضع الطبيعي ان هذه الكمية تسمح لنا على مدار السنة ان احنا نشغل محطاتنا بالطاقات اللي احنا عايزينها وعايز اأكد لحضراتكم ان هذا الرقم اللي هو مية تسعة وعشرين مليون متر مكعب في اليوم استهلاك شهر يوليو من عام اتنين وعشرين الشهر الماضي هو ده كان الرقم المتوسط اللي احنا ماشيين عليه باستثناء تلات ايام بالتحديد تلات ايام فقط في شهر يوليو الماضي هم اللي السنة اللي فاتت اللي تجاوزوا هذا الرقم وكانوا ايام منفردة يعني مش حتى تلات ايام وراء بعضها لقتي كانت ايام منفردة على مدار الشهر تجاوزنا هذا الاستهلاك واستوعبناه من خلال المخزون الاستراتيجي بتاعنا والاليات اللي بتعمل بيها كل من وزارة الكهرباء ووزارة البترول طب ايه اللي حصل في منذ يوم سبعتاشر يوليو الماضي ان مع ارتفاع شديد جدا لدرجة الحرارة عشان نقدر ان احنا يعني نشغل محطاتنا باقصى طاقة ممكنة عشان تولد مع زيادة الاستهلاك الرهيب واللي احنا وصلنا لي انا عايز اقول لحضراتكم وصلنا الى اكتر من خمسة وتلاتين ونص جيجا او اقتربنا من ستة وتلاتين جيجا استهلاكات في يوم واحد اللي حصل ان احنا استخدمنا كل امكانيات الدولة من غاز طبيعي ومزوت اللي متاح موجود عندنا سواء في المخازن بتاعة وزارة البترول ووزارة الكهرباء للتعامل مع الموضوع لكن نتيجة للاستمرار احنا بنتكلم ان الموضوع لم يحدث ليوم واحد الموضوع حصل لمدة النهار دلغاية واحنا وقفين اكتر من عشر تيام احنا وصلنا حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمزوت المتوسط بتاع العشر تيام الماضية الى حوالي مية اربعة واربعين لمية ستة واربعين مليون متر مكعب في اليوم انبارح لوحده كمية اتنين وخمسين مليون متر مكعب ده ده مع تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء اللي موجودة لو ما كانش نظريا يعني بقطع كنا حنبقى محتاجين ان احنا نستهلك ونحرق فوق المية وستين او مية خمسة وستين مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمزوت يوميا طب هل انا النهار ده كانت هذه الكميات اللي محدش كان في الحزبان يعرفها هل هي كانت متاحة لا ما كانتش متاحة انا بتكلم هنا احنا بنكلم على ازمة على مدار ما كانتش حصلت يوم او يومين احنا بقى انه دلوقتي 11 يوم ومستمرة فالطبيعي اللي حصل استخدمنا كل ما يمكن لدينا من المزوت وكمان ابتدنا نزود استهلاكاتنا من الغاز عشان نعوض اشتركوا في القناة